السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دول موجودين فين? ودول موجودين في الجيزة? تعالوا نشوف مع بعض درس النهاردة. اول حاجة عندي الكلمات واول كلمة عندي هي كلمة كامل 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 نقول مع بعض كامل كامل اللي هو الجمل وطبعا السي بننطقها كا السي بننطقها ايه? كا عشان كده بنقول كامل كامل طب بعد كده عندي ايه? عندي كي مفتاح كي كي نقول مع بعض كي يبقى كامل كي كامل كي بعد كده عندي الاهرامات والاهرامات اسمهم ايه؟ بيراميدز 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 اللي هما الاهرامات طب لو عايزة اقول هرم واحد يا شاطرين هقول ايه? هقول بيراميد بيراميد هعمل ايه? هشيل الاس بتاعة الجمع يبقى عندي كامل كي بيراميدز نقول مع بعض بسرعة كامل كي بيراميدز كامل كي بيراميدز طيب الاهرامات يعني بيراميدز امال اول هو الاسمه ايه؟ اول هو الاسمه سفانكس 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 نقول مع بعض سفانكس وطبعا صوت الفه ده اللي هو ايه؟ اللي هو حرف البي والاتش بقى البي والاتش بننطقها فه فنقول سفانكس 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 اللي هو ايه؟ اللي هو قبل هول طيب الحاجات دي اتبنت من ايه؟ اتبنت من الاحجار احجار يعني ايه؟ احجار يعني ستونز ستونز يعني احجار ستونز يعني ايه؟ يعني احجار طيب ملك يعني ايه؟ ملك يعني كينج 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 يعني ايه؟ يعني ملك يبقى عندي كامل كي بيراميدز سفانكس ستونز كينج ممتازين جدا حبيبي ويلا نشوف كلمات تانية ونرددها مع بعض عندي كلمة queen queen اللي هي الملكة يبقى عندي king يعني ملك وعندي ايه وعندي queen يعني ملكة بعد كده عندي كلمة ant ant اللي هي نملة طبعا كلنا عارفينها بعدين عندي كلمة ايه عندي كلمة big عندي كلمة big big يعني ايه يعني كبير اقول the elephant is big the elephant is big طبعا عكس كبير لو عايزين نقول صغير هنقول ايه يا حلوين هنقول small small يبقى the elephant is big الاليفانت يكون كبير the mouse is small والفار ايه والفار صغير يبقى عندي queen وبعدين ant وبعدين big وبعدين ايه وبعدين small بعد كده يا شطرين عندي الجزء الاخير من الكلمات والجزء ده بيتكلم عن ايه بيتكلم عن المحافظات وبيتكلم عن ايه مصر مصر يعني ايه مصر يعني ايجبت ايجبت نقول مع بعض ايجبت يبقى مصر يعني ايجبت طيب الاسكندرية يعني الكزاندرية 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 يعني اسكندرية يبقى ايجبت الكزاندرية طيب اسوان يعني اسوان 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 نقول مع بعض اسوان بعدين عندي بورت سعيد بورت سعيد بورت سعيد اللي هي بور سعيد بعدين عندي اللي هي محافظة الأقصر بعدين عندي كايرو اللي هي القاهرة طب لو عايز أقول أنا بعيش في أي محافظة من المحافظات دي يعيش يعني يعيش يعني live نقول مع بعض live يعني يعيش بعندي ايجبت أليكزاندريا أسوان بور سعيد كايرو وأخيرا يعني يعيش طيب بكده يا حلوين تبقى المحافظات انتهت معنا والكلمات انتهت معنا وتعالوا نروح للأهرامات ونشوف أصدقائنا موجودين في الأهرامات ويا ترى بيعملوا ايه هناك تعالوا نشوف زي ما انتوا شايفين في الصورة عندي ايه عندي البيرامدز اللي هو الأهرامات وعندي كامل وفي حد راكب على الكامل وعندي ايه كمان وعندي ملك وملكة وآصدقائنا الحلوين في زيارة للأهرامات فتعالوا نشوف ايه تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل هناك أول حاجة ايه أول حاجة صديقنا بيقول the camel is big the camel is big يبقى الكامل ماله كبير لو بصيتوا في الأرض هتلاقوا ايه هتلاقوا نملة النملة اسمها ant فبيقول ايه the ant is small يبقى the camel is big يعني الجمل كبير والآنت صغيرة بعد كده يا شاطرين بيقول واحد منهم I can see a king and a queen أنا شايف ايه أنا شايف king يعني ملك وأنا شايف ايه كمان شايف queen يعني ملكة طيب تعالوا نشوف البنوتة الجميلة دي هتقول ايه هتقول lock يعني بص the pyramid is big يعني ايه يعني الpyramid او الهرم كبير والstone the stone is small يعني الهرم كبير والايه والstone او الحجر ماله والحجر ايه صغير يبقى كده هم بيوصفوا الحاجات اللي هم شايفينها بيوصفوا الحاجات اللي هم شايفينها طيب لو احنا روحنا مكان وعايزين نعمل زيهم ونوصف الحاجات اللي احنا شايفينها قدامنا يا ترى هنعمل كده ازاي تعالوا نشوف مع بعض يعني لو عايزين نوصف حاجة احنا شايفينها قدامنا هقول ايه هقول i can see هقول i can see وبعدين لو انا شايف حاجة واحدة عايزة وصفها هقول i can see a يبقى الا دي بعدها بيجي اسم مفرد بيجي اسم مفرد يعني انا شايف حاجة واحدة بس زي مثلا اني اقول i can see a camel i can see a camel يعني أنا شايف إيه؟ أنا شايف جمل طب لو شايف جمل كتير هقول I can see camels يعني هشيل الأي بتاعة المفرد وهضيف الأيس بتاعة الجمع للأي لكلمة camel فهتبقى إيه؟ هتبقى camels يبقى دلوقتي أنا بوصف حاجة مفرد هقول I can see a camel طب مثال كمان يميس عشان المعلومة تثبت في دماغنا أكتر ماشي يا حلوين I can see a star I can see a star يعني أنا شايف إيه؟ يعني أنا شايف نجمة يبقى I can see a camel I can see a star ولو عايزهم في الجمع هقول I can see camels I can see stars ممتازين جدا حبيبي طيب يا شاطرين بعد كده لو أنا إيه؟ لو أنا عايز أوصف حجم الشيء اللي قدامي يعني أقول على الشيء ده إيه؟ أقول على الشيء ده كبير زي ما هما كانوا بيقولوا على الpyramid أو أقول على الشيء ده صغير زي ما كانوا بيقولوا على الstone أو الحجر يا ترى هنقول إيه؟ تعالوا نشوف مع بعض هنقول الشيء ده اللي إحنا عايزين نوصفه is يكون big يعني كبير أو small صغير يبقى الشيء ده هنسميه في الأول وبعدين هنقول is يعني يكون big يعني كبير و small صغير طيب ناخد مثال يا حلوين تعالوا نشوف أول مثال أول مثال بيقول لي the key is small the key is small يعني المفتاح بيكون صغير يبقى عندي the key اللي هو النون أو الاسم وبعدين is وبعدين small اللي هو صغير طيب عايزين مثال على big هقول the pyramid is big the pyramid is big اللي هو إيه؟ اللي هو الهرم بيكون إيه؟ الهرم بيكون كبير بعد كده يا حلوين لو إحنا عايزين نقول إحنا عايشين فين؟ يعني نقول المكان اللي الشخص بيعيش فيه ترى هنقول إيه؟ طبعا هنستخدم الverb أو الفعل live اللي إحنا قلنا عليه فهقول I live in I live in وبعدين town أو المدينة اللي أنا عايش فيها زي الحاجات اللي إحنا أخدناها Cairo, Alexandria, Luxor وهكذا تعالوا نشوف مع بعض أمثلة يعني لو عايز أقول أنا بعيش في القاهرة هقول I live in Cairo I live in Cairo يبقى الأماكن بتاخد حرف الجر in يعني فيه طيب لو عايز أقول أنا عايش في اسكندرية هقول I live in Alexandria I live in Alexandria طب لو أسوان هقول I live in Aswan I live in Aswan ولو لقصور هقول I live in Luxor يبقى نقول إيه؟ I live in وبعدين نقول إيه؟ وبعدين نقول المدينة اللي أنا عايش فيها أيا كانت المدينة دي وتعالوا يا حلمين نروح للجزء الأخير من الدرس وهو الجزء الخاص بالفونيكس أو الصوتيات وأول حرف معايا هو حرف الكي حرف الكي بيديني صوت كا كا حرف الكي بيديني صوت كا 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 زي إيه؟ مثلا زي كينج كينج نقول مع بعض كينج كينج كا 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 يبقى حرف الكي بيديني ساونت كا بيديني ساونت كا طيب الحرف اللي بعده هو حرف الكيو وحرف الكيو بيديني صوت كوا 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 زي كوين كوا كوين كوا كوين كوا 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 كوين و كوا 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 وبكده يا حلوين يكون الدرس انتهى ونتقابل بإذن الله في اليونيت التسعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته